السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويأهلا بكم معكم احمد وط الفيديو ان شاء الله هاشرح طريقة جديدة للربح من اعلانات جوجل ادسنس عن طريق رفع الصور. الحمد لله انا اول واحد يشرح الطريقة دي في المحتوى العربي وكل الشروحات اللي موجودة لها للهنود ومش هدفة منهم اي حاجة. يعني شوف كده واحد زي ده. الراجل ده عامل فيديو عن الموضوع ده وبيستعرض ارباحه. بقول لك انه يربح في اليوم الفين وستمائة دولار. وارباحه الشهرية بتتجاوز التمنتاشر الف دولار. لكن عيبه بقى ان هو مش شرح الطريقة بالتفصيل ومش موضح الامور. عشان كده عنده مشاهدات عنده الف وثمانية مشاهدة ومع ذلك عنده خمسة لايك بس. ما عندهش لايكات او ما عندهش تفاعلات على الفيديو. انا بقى بازن الله هشرح لك من الموضوع بالتفصيل وبكل وساطة. بس اتمنى الناس اللي بتشوف الفيديو تدعمنا اللايك على الفيديو قبل ما نبدأ في الشرح العملي. ان شاء الله كل واحد من اللي بتشوف الفيديو ده هيقدر يطبع معنا لان الطلبات بسيطة جدا وسهلة جدا وكلها مجانية. مش هنكلفك اي حاجة. الفكرة باختصار ان في موقع بارتنر لجوجل ادسنس. يعني معا شراكة لجوجل ادسنس وبيعرض اعلانات لجوجل ادسنس. حضرتك او حضرتك بتعمل اكاونت على الموقع ده وبترفع عليه حوالي تلاتين صورة. اي صور. بس الافضل تكون صور اعلية الجودة علشان تعرف تجيب بها زوجة. وبعد كده بتعمل هساب ادسنس جديد وبتضيف فيه الاكاونت بتاعك على يوفان كأنه الموقع بتاعك. وبيتقبل خلال ساعات. ايوا بيتقبل خلال ساعات. يعني اقصى اربعة وعشرين ساعة ويكون الموقع ده مقبول معاك في ادسنس. كده اصبح عندك المحتوى اللي هي الصور اللي انت رفعتها على الاكاونت بتاعك. واصبح عندك اكاونت نشط اللي انت خلاص اصدفت فيه الاكاونت بتاعك وتقبل في ادسنس. بقي بس حاجة صغيرة اخيرة وهي ان الاكاونت بتاعك علي وفان يتوسق. عشان يظهر عليه الاعلانات. وكلمة يتوسق علي وفان حاجة صغيرة مش حاجة كبيرة. محتاج بس ان انت يجي لك عشر تلاف زيارة على صور بتاعتك واعرفك ازاي تجيب العشر تلاف زيارة دول خلال نص ساعة ان شاء الله. وبكده يكون خلاص مبروك عليك كله تمام. وبقي بس ان انت تجيب زيارات فعلية على الاكاونت بتاعك وتحقق اربعة. كلام جميل? كلام زي الفل. طيب لو لسه ما عمتش لايك للفيديو اعمل لايك للفيديو ويلا بينا ندخل على الشرح العملي. اولا ده الاكاونت بتاعي على موقع يوفان هسيب لك رابط بتاعه في الوصف اسفل الفيديو علشان تشوف الصور اللي عليه وتعمل لي وتشوف برضو الاعلانات اللي موجودة على الموقع على اكاونت بتاعي تمام? دي صور انا احملها من الانت عادي مشكلة وفيه صور من عندي انا. بس الصح ان الصور تكون حصرية او من تصورك انت. الصور اللي انا رفعها دي انا معدل عليها من قبل كده او جايبها من مواقع مجانية بتسمح بعادة النشر. ودي اعلانات بتظهر بالشكل ده تمام? ما بين كل بسطين تقريبا كل صورتين بيظهر اعلان. تمام? دي صورة انا جايبها من الانت واحملها. ودي صورة برضو. وده اعلان. كله بقى بالشكل ده. تمام? كلام جميل. رابط الموقع هيكون موجود في الوصف في اسفل الفيديو. هندخل دلوقتي نعمل اكاونت مع بعضينا ونتابع مع بعضينا خطوة خطوة تمام? اه دي ربط الموقع بالشكل ده. اول حاجة هنقول له وبعد كده هتلاقي واقف على كينما تصاين اب تلقائي. ممكن تعمل تسجيل دخول بحسابك على جوجل او الفيسبوك او تعمل تسجيل دخول باي اميل موجود عندك. انا بالنسبة لي هعمل تسجيل بحساب جوجل على طول. بالشكل ده. باختصار للوقت. تمام? انا بقول لك حط اسم مستخدم. انا هحط له مثلا احمد حط انت اسمك. تمام? الموقع طبعا لسه جديد واي مستخدم اتحطه ان شاء الله غالبا هتلاقيه متاح. فانت تحط اسمك او اسم موقعك. ممكن اخليه مسلا فعلا متاح. اقول له ناكست. بكل سهولة خلاص عملنا على الموقع. هنا فيه اشعار بقول لي اضيف رقم تليفونك. هضيف لرقم تليفوني. اول ما ضغطت عليها فتح لي الاعدادات. هنا من الاعدادات ممكن نعمل كل حاجة. يعني ممكن نغير باسورد لان احنا ما عملاش باسورد. عملنا تسجيل دخول بحساب جوجل على طول. بعد كده نحتاج ان احنا نغير باسورد. فممكن نغيره من هنا. هنا بنضيف رقم التليفون. هنا حالة الحساب بتاعنا. موسق ولا محتاجة توسق. هنا عدد الصور اللي انت رفعتها. او عدد البسطات اللي انت نشرتها. هنا عدد الزيارات. الاعداد دي ممكن توصل لها ازاي? لو رجعنا كده تاني. جبنا التلت شهرة دول. ادي الاعدادات. تمام? طيب دلوقتي نضيف رقم التليفون. نقول بس انت بنسبالك اعمل اول لان انت ما عملتش باسورد اللي هو عمل تسجيل دخول بحسابك على جوجل. تمام? تمام. هنقول له عشان نضيف رقم التليفون. تسجيل دخول بحساب جوجل. اوكي. هنا بقول اللي يحط رقم تليفونك. هحط له رقم تليفوني. الاد مش نشطة عشان انا ما ضفتش مفتاح مصر. هقول له اتنين الاول زير اتنين. وبعد يكتل رقم تليفون زير وعشرة الى اخره. بقيت نشطة معايا. هقول له اد. جانا يكون التحقق على التليفون هدخله. كده في النامبر تمام? والايميل ادرس في رفايد. حالة الهساب لسه لسه ما تمش تحقق. تمام? طيب دلوقتي بيعزين نرفع الصور اللي عندنا. انا هحط دلوقتي مجموعة صور على عشان نبدأ ارفعها. هقول له هنا من الكاميرا ولا من الجاليري? هقول له من الجاليري. لان الموقع ده استخدامه الاكتر من التليفون. اهد الصور اللي هحطي على الدسكتوب. وهدي الارقام. هرفعها لاول صورة. اللي هي نمبر ون دي. تمام? واعمل علامة صحة هنا كده بالشكل ده. واعلامة صحة تانية. كده انا شارت اول بوست اللي هي. تمام? نضغط على زهد هنا كده. ونرفع صورة تانية. جالري. تمام? هترفع لحد تلاتين صورة. ممكن تكتبها الصورة بس الصورة اللي هنحطها دي مش بحتاج الكلام. بالشكل ده. وعلوها علامة صح. كده كتب لي على الصورة نمبر تو. ممكن اضيف من الايقونة دي. ضغط عليها ضغطة. وبعد كده بضغط في اي مكان. بقول لي حطي التايتل واليو ار ال. ادي اليو ار ال. ونفر مسلا الاكاونت بتاعي. واسم اكتب له اي حاجة. نمبر تو مسلا. تمام? كريت. وبعد كده برجع مسام ده. واعمل نشر. تمام? مرة كمان. كده رفعت صورتين. وهكذا بقى بترفع لحد تلاتين صورة. المطلوب منك ترفع تلاتين صورة. نخش هنا الادات كده. بعد رفعنا تلات صور. رفعت تلاتة من تلاتين. دي بقى انت هنا محتاج ان انت ترفع تلاتين صورة علشان تكمل الخطوة دي. طيب. بعد ما خلاص كملت الزيارات ورفعت التلاتين بوست بتاعك. حالة الحساب بتاعتك هتبقى بالشكل ده. كله تمام. مع ده. وهنا الصور بتاعتك والمحتوى بتاعك تحت المراجعة. دلوقتي بقى حضرتك هتبعت ايميل لموقع يوفان وتقول لهم نفس الرسالة اللي انا بقولها لك دي. دي نص الرسالة اللي انا بعتها له مبارا عن سطر واحد بالضبط. بفضلك راجع حسابي. علشان اعرض عليه اهلانات وعلشان اجيب زيارات اكتر. اردوا عليها تقريبا بعد يومين او تلاتة ايام. دي الرسالة اللي اردوا بها خلاص حسابك كده اتأكد الف مبرو. بترسلهم من خلال النموذج ده وربط النموذج موجود في وصف الفيديو. ولو دخلت على اعدادات بعد ما ردوا عليك هتلاقي الاعدادات عندك بالشكل ده ان الاكاونت بتاعك خلاص موسك. بقي بس خطوة ان احنا نربط الموقع بتاعنا بجوجل ادسنس. وعلى فكرة من اول يوم ممكن تضيف الموقع بتاعك في جوجل ادسنس من قبل ما تيجي الموافقة. يعني بتاخد ربط الاكاونت بتاعك ده كده. من اول هنا كده لحد اخر كده. تمام. وتضيفه في جوجل ادسنس قبل ما حسابك يتوسق. مجرد مع عمالت الحساب. جوجل ادسنس بيوفى عليه تلقائي بدون ادنى مشكلة. فانت بالنسبة لك بقى حبيت تعمل الخطوة دي في الاول ماشي. حبيت تعمل الخطوة دي بعد الاكاونت بتاعك ما يتوسق برضو ما فيش ادنى مشكلة. طيب دلوقتي بقى عزين نروح لقطوة انشاء حساب ادسنس واضافة الاكاونت بتاعنا ده فيه. تمام? بس الاول خلينا نغير اللوجو بتاع الاكاونت بتاعنا. نضغط هنا كده. ونقول له ادت بروفايل. ودي اللوجو. ممكن نغش على الديسكتوب واحط الصورة دي. ممكن اغير الخلفية برضو. ضغط هنا كده. واحط الصورة دي. طيب نرجع تاني كده. ادي اد بروفايل. هنا عندك بتاعك. وهنا عندك روابط الاكاونت بتاعك. وهنا ممكن تحط نبزة تعريفية عنك. نضغط هنا كده. ونكتب نبزة تعريفية عنها. ونقول له صحة بالشكل ده. تمام? تمام. هنا برضو ممكن نضيف ايقونات السوشيال ميديا الخاصة بينها. يعني مثلا فيسبوك. هنا بيقول لك ضيف معرف في فيسبوك بس. تمام? مش رابط كله لا المعرف بس. ما بين القوص هنا هو. يعني دي رابط صافيتي على فيسبوك. فانا بجيب المعرف اللي هو بعد الليساج ده بالشكل ده. وضيفه هنا بالشكل ده. لصق. سيف. ضيف لي الفيسبوك. بتضيف بقى تويتر وانستجرام يوتيوب. اللي عندك بتضيفه ولا مش عندك ما بتضيفهوش. تمام? انا اضيف مسلا اليوتيوب. برضو نفس الحال ادي قناتي على اليوتيوب الصفحة رئيسية. المعرف اللي هو بعد الاستاش الاخيرة دي. كل ده كده. تمام? ونيجي هنا. ادي المعرف. لصقه بالشكل ده وسيف. نضفط. نعمل هنا صح. ونعمل معينة بقى كده. اه دي الفيسبوك. فتح معي الصفحة بتاعتي على الفيسبوك. طيب تعالى دلوقتي نكمل جزء تاني من الشرح اللي عمل حساب واضافة الاعلانات على الحساب بتاعنا في يوفان. دلوقتي بقى محتاجين نعمل حساب علشان نضيف في الاكاونت بتاعنا على يوفان. فاحنا دلوقتي ندخل على جوجل. وندخل على موقع تسجيل الدخول. انا بالنسبة لسه معنيش حساب. فاضغط على البدء. اختيار حساب. طيب نعمل بتاعي. هنا بقول لحط الموقع الاكتروني. هحط هنا رابط بالشكل ده. رابط الاكاونت بتاعي. تمام? نسخ. وعد الموقع. الاستفادة بشكل اكبر من نعمل التلقي مساعدة. البلد اختار بلدي. انا من مصر فاختار هنا مصر. وبعد كده اهر البنود والاحكام. وفع عليها. بدل استخدام. الموقع على فكرة بيتقبل خلال ساعتين تلاتة عن تجربتي اللي فاتت يعني. هنا نشوف الاوبشن اللي طالبه مني. هنا بقول لي ربط الموقع الاكتروني والاعلانات دي بتظهر بشكل تلقائي. بيدرها موقع يوفان. والدفعة هنحط المعلومات الشخصية الخاصة بينها. نقول له هنا ربط الموقع الاكتروني. هنا بقول لي خد المعرف ده وحطه في موقع يوفان. ما فيش امكانية ان انا اضيف المعرف ده. فاقول له هنا لقاط اضافت الرقم تعرفي للنشر التالي. وطلب مراجعة. كلام جميل خطوة دي تمت ودي تلقائي. ادخال المعلومات هدخل هنا البيانات الشخصية الخاصة بيا. انها الحساب هتخليه فردي. الاسم والعنوان. طبعا نحط بيانات حقيقية خاصة بك انت عشان ده حسابة دفعة فلوس تمام? ترسال. كده التلات خطوات المطلوبين منا تموا جاري تجهيز موقعك لعرض الاعلانات احسنت لقاط اكملت كل خطوات. المفروض بقى الخطوة الجاية ان احنا بدخل على الموقع الاكترونية. والله هنا كلمة جاهز. حالة الاعلان جاهز او الموقع بتاعنا جاهز لعرض الاعلانات. تمام? اقف الفيديو دلوقتي واول ما تيجي الموافقة من هنكمل الفيديو مع بعضينا. بعد مروف ساعتين وبعد ما جاءت الموافقة على بتاعنا جوجل بسرعة جدا طبعا يعني زي ما تشوف وهتجرب بنفسك. هندخل بقى على التليفون بتاعنا وندخل على موقع جوجل. وندخل على موقع يوفان. تمام? الخطوة دي لازم تعملها من على التليفون علشان نربط بالاكاونت بتاعنا بقى. احنا في الخطوة دي ربطنا الاكاونت بتاعنا بجوجل ادسنس. ضفنا الاكاونت بتاعنا اللي هو ده. جوه جوجل ادسنس. وتوفق عليه. بقي بقى ان احنا نربط بالاكاونت بتاعنا. الخطوة دي بنعملها من على التليفون. هنضغط على تمام? وهنضغط تاني على احنا خلاص عملنا صين من قبل كده. وهنقول له ادرس. ونحط يميل بتاعنا. قدي الاميل والباسورد. الزهاب عشان نفتح الاكاونت من على التليفون بتاعنا. كلام جميل. هنضغط تاني على تلات شرط دول. وهندخل على الاعدادات. زي ما انت شفت كده بتفتح لك الصفحة دي. النافذة دي بتظهر على التليفون بس. ما كانتش بتظهر على ايه? على الكمبيوتر. لو دخلنا هنا كده. على يوفان. وعملنا على التحميل. هو ده نفس الاكاونت بتاعي. تمام اهو? ادي تلات شرط. وادي على التحميل. مش بتظهر هنا. لكنها بتظهر فين? بتظهر على التليفون. هقول هنا تمام? جاب لي هنا الحساب بتاعتي المفتوح على التليفون. انا اقول له حساب اخر. لان الايميل بتاع بتاعي اللي انا ربطه بيوفان مش بتسجل على التليفون. تمام? اقول له هنا استدام حساب اخر. اضغط حسابي لالجهاز. هذه البصمة. وادي اليميل بتاعي. موافق. انا كل ده لسه بضيف حساب جوجل بتاعي على التليفون. تمام? عشان اربع جوجل ادسنس بحسابي على يوفان. كلام جميل. رجعني تاني بقول لي اختيار حساب الموصلة الى يوفان. اختاري الايميل اللي انا اضيف عليه ادسنس بالشكل ده. تم طلب الازن بالوصول لحسابك على جوجل من يوفان. عند منح امكانية الوصول. هذه سيصبح بامكان يوفان تطبيق ما يليه. عرض بيانتك في ادسنس. وده اللي احنا عايزينه طبعا. يرجع التأكد من انك هتاصق بيوفان. يحتمق ان تتم مشاركة معلومات حسابي على هذا التطبيق. او موقع الايكتروني. هقول له متابعة. الف مبروك. بيقول لك. خلوز بالشكل ده. تمام. انت خلاص جاهز علشان تحقق ربح من جوجل ادسنس. جريت نيوز. اخبار سرع. انت الان جاهز. للربح من الاعلات. ايه ده حساب ادسنس طبعا لسه الاكاونت ابيض مفوش اي حاجة. انا بعد كده مش مضطر ان انا ادير حسابي من على التليفون. اللي احاب بيدير حسابي من على التليفون. مبريش ادنى مشكلة. الموقع اصلا معمول التليفون. بس انا بالنسبة لي بحب اسطادم الكمبيوتر. فابطرنا بعد كده ايه? افتح الاكاونت بتاعت سنسي بتاعي. من على الكمبيوتر. تمام? طيب. هنشوف الايانات تظهر دلوقتي ولا لا? ولا الدمع شوية كده وتظهر. انا بتوقع طبعا ان دي الايانات تلقائية. فمش تظهر بالسرعة دي. بس خلينا نشوف دلوقتي الايانات تظهر ولا لا? تمام? نرجع كده على يوفان. وتأكد طبعا ان انت مش مشغل منع الاعلانات على الاكاونت بتاعت. نستعرض كده نشوف في ايه اعنات تظهر معنا ولا لا? لسه فيش اعلانات تظهرت. طيب تعاني نشوف على التليفون كده. زهرت بالفعل معي الاعلانات ايه. تمام? زي ما انت شايف. ده اعلان كلام جميل. واعلان تاني اهو بالشكل ده. زي ما انت شايف كده الاعلانات بتظهر ما بين البوسطات. كلنا عليك دلوقتي بقى ان انت تروج لحساب بتاعك علشان تجيب نقارات على الاعلانات. تمام? فالزار اللي بدخل على الاكاونت بتاعك ياما بيضغط على الصورة اللي انت عطتها ياما بيضغط على الاعلانات. فهنا نسبة النقر بتبقى عالية جدا. بس المهم ان انت تعرف تروج للاكاونت بتاعك. تمام? زي ما ما انتم شايف كده. ما بين كل بسطة التاني بيظهر لنا اعلانات.